حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم في فقرة Face to Face حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي داماً ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم قبل اللي نبلش بمواضيعنا شويخ نسولف على كيس العالم شون جاي تشوفون المباريات أنا قبل لا أدخل الستوديو تأهلت المغرب وكرواتيا وطلعت بلجيكة وكندا المغرب طبعاً تأهلت كمتصدر للمجموعة بسبعة نقاط خلفها كرواتيا بخمس نقاط بينما بلجيكة اللي حصلت على أربع نقاط فقط وكندا صفر نقطة ودعوا البطولة ولكن أكو مباريات قوية طبعاً المباريات القوية هاي اللي احنا دائماً نسولف بيها طبعاً بالمناسبة النتائج اليوم نتائج تأهل المغرب وكرواتيا المغرب فازت على كندا 101 وكرواتيا وبلجيكة صفر صفر تعادل سلبي بالليل أكو مباريات قوية ساعة 10 إسبانيا مع اليابان مباراة ما أدري شو رح تصير هذوله إسبانيا يمررون 1056 تمريرة بالمباراة وهذول الكمبيوتر يمكن هاي المباراة ولا غلطة يمكن ما رح تصير بها غلطة ولا باس غلط وأيضاً ألمانيا مع كوستاريكة البلد اللي يرفض يجي للعراق فأكيد احنا نتمنى انه يخسر نفس الخسارة اللي يخسرها هويه إسبانيا بالبداية بسبعة أهداف للا شيء بس هي المشكلة حيرة هذول ألمانيا من رفعوا هاي الأعلام وهي السؤال احنا كرهناهم ولأن هاي التصرفات السوا وذول أريدهم يخسرون أنا ش أقول أقول صفر صفر اثنيناتهم ما حد مقول والله محمد وعلي وخل تصعد إسبانيا وليابان إسبانيا واليابان أقلها اليابان فريقاسيا وأسبانيا بعدها إسبانيا اللي بيها ريال مدريد وبرشلونة بيها اللاعبين العمالقة بيها الداية الجديد في رانتوريس اللي هويتع ابنا الله شاهد ورقيبه هويتع ابنا في رانتوريس الصعب يسجل هدف يقولها الصعبة والسهل يقبال القرى يضيعها شن لوكاكو وسكوا جماعة رح يفرحون بموضوع لوكاكو قبل شوية دخلت بنقاش قلت لهم لوكاكو لاعب جيد بس غير محظوظ وقال لولي لوكاكو صفر باليد مدري شنو على العموم خلينا نعوف كأس العالم ونتاج كأس العالم اكيد انتو تشاهدون كأس العالم اللي هو مستمر منا الحد يوم عشرين بالشهر الجديد او احنا دخلنا الشهر الجديد يعني بعد تقريبا تسعة عشر يوم احنا نشاهد مباراة في كأس العالم خلينا نبدأ بأولى مواضعنا في فقرة فيس توفيس موضوعنا الاول في هذه الفقرة دائما ما تحدث مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاطفال مرضى لناس تحتاج فد عملية تحتاج شيء معين هواي تصير مناشدات قل من يستجيب والده الطفل عباس ناشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يريد ابنه يمشي يريد ابنه يتعالج من المرض اللي هو فيه لأول مرة ممكن نشوفها بالتاريخ مناشدة تطلع وراء اربع ساعات يتم الاستجابة له من قبل وزيري الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي والوزير الحسناء والوزير الصحة تمت الاستجابة بسرعة كبيرة للطلب او المناشدة اللي قام بيها والد الطفل عباس اللي يطلب انه ابنه يرجع يمشي فقط ما يريد غير شي فقط ابنه يرجع يمشي لانه هو يمر بمرحلة او بفترة مرضية حرجة جدا هذا الموضوع لفت انتباهنا وايضا لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وباقي المواقع خلنشوف المناشدة اللي اطلقها والد الطفل عباس بالبداية بس ناخذ المناشدة وبعدين نشوف الفيديو اللي ايضا اتصور ونزله عباس طبعا هذه صورة عباس وهذه اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي يقول شكرا بحجم اوجاع ابني عباس بعد مناشدتي اليوم الاربعاء بصراحة فاجأت واشكر الله اولا لم يسكت تليفوني وعباس يمي فرحان ساقول لكم من اتصل اول من اتصل من مكتب وزير الصحة الحسناوي بعد دقائق اتصل من مكتب وزير العمل الاسدي ونواب اثنين ما عرفت اسماهم اشكركم في قد الالم اشكركم وانتظر انه يجي اليوم وتشوفون عباس يمشي وساعتها ساوجه كل ما في صدري الى الله سبحانه وتعالى لين يوفقكم واكون دوما ذاكرا لكم مع كل خطوة راح يمشيها عباس انتم زلم والله احب احجيها بطريقة يعدروني عباس يقول بابا اذا ما شون اقرأ لهم نشيد الاحد والخميس موعدين انطوني من ارجاع هم اكتب لكم وانشر فيديو من كل وزارة هذه كانت المناشدة اللي اطلقها الى السيد رئيس الوزراء المحترم الى السيد وزير الصحة المحترم الى كل من يوصل طلبي اريد ابني يمشي فقط ناشدت الحكومات التي سبقت واناشدكم لا اريد بيتا ولا قطعة ارض ولا املكها ابن الوحيد مقعد بسبب طيلة سحائية اوقفت قدمه وقد تعبت وهو كذلك يتكفل احدكم هذا الطفل الذي هو بعمر ثماني سنوات وما زلنا انا وهو صابرين فهل ترى سيسمع هذا الصوت سيسمع هذا الصوت لهذا الطفل واهله حسن خابط عزيز والد الطفل عباس المعاق بعد ما تمت الاستجابة من قبل الوزراء اللي ذكرنا اسماهم وزير العمل وايضا وزير الصحة ظهر فيديو للطفل عباس وهو فرحان ويشكر الاستجابة السريعة اللي وصلته بعد مناشدة والده مخرجنا ذال الفيديو جاهز نشاهد الفيديو اللي انتشر خلنشوف الفيديو السلام عليكم وماناشكر وزير الصحة خابرني واشكر وزير العمل خابرني واجيكم لو الباتشور لو عقب باتشور إن شاء الله فستمشي أرىكم نشي طبعا هذا الفيديو اللي انتشر إن شاء الله ترجع تمشي من جديد وإن شاء الله ترجع تمارس حياتك الطبيعية بشكل مستمر تروح للمدرسة تروح تلعب مع الأطفال تروح تشتري من الأسواق شو تسوي تسوي إن شاء الله ترجع من جديد طبعا بالبداية بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله الله يشافيك ومن خلال هذا الموضوع أو هذه المناشدة أنا أيضا أحب أناشد أنه الدنيا بعدها بخير أكو زراء بعدهم يشتغلون لمصلحة العراق أو لمصلحة الشعب لمصلحة المواطنين بالحكومات السابقة بتناشد منها الباتشور ما حد يسمع صوته بينما خلال أربع ساعات فقط تم الاستجابة للطفل عباس شكرا جزيلا لكل من استجاب لطلب عباس ولطلب المواطنين اللي يردون فقط أنه واحد يستجيب لطلبهم يردون يعيشون حياة كريمة يردون أبسط مكونات الحياة أو أبسط ما موجود بالحياة من عمل من مال من طعام بس أحيانا الناس الفقرة الله سبحانه وتعالى يبتليها بمرض ولكن هذا المرض صعب أو مكلف ما يقدرون على تحمل تكلفة العلاج فيناشد الناس الخيرا فشكرا لمن استجاب لعباس وإن شاء الله كل السياسيين بل كتالله يصحون وفقط وزيري الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية طبعا هذه صورة عباس الله يحفظه وإن شاء الله يرجع من جديد يمشي ويترك هذا الكرسي اللي يجالس عليه هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس توفيس هو موضوع الطفل عباس طبعا بالنهاية أقول شكرا عاشت ليكم وإن شاء الله كل شخص محتاج أو كل شخص يعاني من مرض معين إن شاء الله تم الاستجابة إلى من قبل الحكومة الجديدة و محمد الشياء السوداني رئيس الوزراء وأيضا الوزراء في الكابينة الوزارية الجديدة نأمل منكم الشيء الكثير موضوعنا الثاني في هذه الفقرة موضوع مرات تصير مخالفة مرورية تجي تلقي على الجامة مكتوب لك وصل هذا الوصل لازم الدفع تم مخالف شوف طابق بمكان ممنوع الوقوف به أو شب سوي من مكسورة بسيارتك المهم تاخذ مخالفة ولكن الشيء الغريب هذه المرة طالب راكن سيارتك في مكان ما وهي السيارة مخالفة شنو اللي صار اللي صار قدامكم أو المرور بدل ما يسجل له وصل مخالفة شاف الشهادة عدش بولي هو ناجح كتب لي كلام ووقع عليه قال لي بما معنى أنه مبروك النجاح وإن شاء الله الموفقية بالحياة القادم هذا الموضوع تشار بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي لون هذا المخالفة المرورية تحولت من مخالفة أو غرامة إلى شكر وتمني بالتوفيق والنجاح أحيانا نحتاج ليس للقانون وإنما لروح القانون نحتاج لناس الخير بعد بهم ناس طيبة ناس سامح مرات الواحد مستعجل أذكر في مرة زي من كورونا كنت مريض في كورونا وصلت مرحلة خربطت لبسة مدرش كمامتين وعلى قناع على هذا طلحت أروح المستشفى مختنق رحت المستشفى ما كان أطبق السيارة ما أطبقتها باب المستشفى طبقتها أنا تعبان أنا مال الجسمة طوني أكسجين مدرش نار طلعت في قيد غرام على السيارة طوحيت كسانة تنت بين الحياة والموت وجيت سريع وين يعني أنا وين أطبق السيارة وين أطبقها باب المستشفى خلي العاب بالبنى التحتية مالتنا مثلا المستشفى ما بها مكان للوقوف ما بها قراج الناس من توقف على الشارع يجي المرور يسجل الهواصل طبعا موضوع ياخذنا الموضوع بس من باب الشيء بالشيء يذكر فكل مكان لازم بي قراج ما أخلي مستشفى ما أخلي جامعة ما أخلي مول ما أخلي سوبر ماركت شبير أو أي شيء مجمع تجاري يفتح إذا ما أكو قراج ما أخلي شون أخلي يفتح في الشارع وتجي الناس تطبقوا وين المكان فيتلكم من باب الشيء بشيء يذكر العموم خلي نشوف الصورة وشنو مكتوب والموضوع وأيضا التعليقات وصل مروري بشكل مختلف ضابط مرور في دياله يهنئ طالب بنجاحه بعد أن وجد الشهادة داخل سيارته أسعدتنا مبروك عليك النجاح وبالتوفيق أخوك ضابط المرور هذه هي المخالفة اللي يسجلها أو دونها ضابط المرور هو المباركة والتمني له بالتوفيق والنجاح انتشرت كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي ونالت على عدد كبير من التعليقات من ضمن هذه التعليقات حسام يقول الضابط تعامل بروح القانون وكسر القانون بالإنسانية شريف ونص هس هاي الأولو نص أنا ما أدري شنو معناها شريف ونص يعني يعني يجزموا ينهوا يأكدوا كله شريف ونص إحسين يقول شيء جميل ومفرح يبعث ويبعث على الارتياح من نشوف هيك مواقف إيجابية أخلاقية نابعة من نفس إنسانية طيبة أما أحمد يقول اشقدت فرحان بهذه الأخوة اللي تجمعنا دامت علينا وعليكم بالخير والراحة أحسين يقول غير لأن راس الشهر وما مستلم راتب ومستلم راتب ومكافئة ما الوصولات اللي قاصن باع قبل دخل لازم يخلي ما كول الله بالله لازم يخلي لفد وحده خارج قدمي وحده خارج قدم شون ما المود رج سه أمير ضابط متربي وبين أصول هذول اللي نفتخر بهم وهذول هم العراقيين الأصلاء أصحاب الغيرة اللي افتقدناهم مع هذا العراق بعد بالشرفاء والحمد لله هذا هذا كان موضوع الثاني في فقرة فيس توفيس موضوع الوصل المروري أو الغرامة المرورية اللي بدل أن تكون بمبلغ ما لي كانت بكلمات من المديح والثناء والتمني بالتوفيق للناجح موضوع الثالث اللي راح نسول في هذه الفقرة مرات أو مرات نشوف بالأفلام والمسلسلات ناس التاجر مو بالمخدرات ولا بالممنوعات ولا لا بالأعضاء البشرية ومرات نشوف ناس تقنع ناس أو مرات نشوف ناس يجون تبيع كليتك تبيع مدر شنو القاء القبض على عصابة هاي العصابة شا تسوي طبعا بالموصل استغلال وأقناع الشباب ببيع أعضاءهم مقابل المال هذا هو الشخص هو الزعيم زعيم العصابة قال قبض على شخص هذا يقنع ويستغل للشباب حتى يبيعون عظام يعني يشوف لشاف فقير قل تعال مثلا تشعر تفقير وعدك كليتين تعال أبيع لك وحدة وانطيك سبع ملايين عشر ملايين ميت مليون خمسطعش مليون وتعيش حياتك بكل وحدة طبعا الموضوع هذا من سورز بي بسمي هاي خسة ونذالة وبالقانون لازم عقوبته تكون رادعة جدا حتى لو كان هذا الشاب بموافقته هو تم استغلاله وقناعه بشيء خاطئ قال له لتعال وظلوا يقنعون بيه وخلوا يستسلم من الأمر الواقع وبيهم يخدروا يخطفوا يأخذون جزء من جسمه ويرجوا ويذبوا بالشارع من جديد هو هو والشارع بعد هذا موضوع مهم جدا لازم نحن نعرف تفاصيله وأيضا نسؤلف بيه لأنه موضوع السرقة أو استغلال الشباب هذا ما نتمنى خلي نشوف الموضوع وتفاصيله القبض على شخص في نين ويقوم باستغلال وأقناع الشباب ببيع أعضاءهم أو أعضاءهم مقابل المال التعليقات أبو شرف يقول هذا من وراء الفقر أنا ما أشجع على هذا الشي ولكن الناس تعبت من الحروب وحصار الله يساعد ما عنده معين أخوي أخوي شنو حصار شنو حصار شنو حروب هذا استغلال للشباب لا تقول للناس تعبت وتحالون تلقون مبررات رحمة والديكم للحرام وتلقون مبرر للعصاب تلقون مبرر ما ما يصير وهنا بالمناسبة أنا ما متفاجأ بالتعليق لا أنا قار التعليق ومتقصد أطلع لين تعليقات لازم نسول به لا تخلون لتتطون مبررات للناس الغلط لا تطون مبرر الحرام ولا تطون مبرر العصاب ولا تطون مبرر الشخص خاطئ الناس شاستوا فقرة ما عندهم يا أخي وقف يا زمن تقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد في هذه الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل ستتعليق طبعا حسبي الله ونعم الوكيل عليك الفاسد لأن هم ذول الفسدة المجموعة العصاب هم يستغلون الشباب فلا فاسدين حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ونهل نرجع والله الفقير ما عنده ما عنده يروح يشتغل ما عنده يروح يشتغل أكثر بلد وحق الحق أكثر بلد في شغل بالعالم هو العراق أكثر بلد أو أكثر عاصمة بها عمل بالعالم هي بغداد وباقي المحافظات أيضا البصرة شنو ما بيها شغل لو أربيل ما بيها شغل لو كربلة والنجف ما بيها كل المحافظات العراق بها شغل بس جيب لي يشتغل الحق مو تجيب لي هذا آه والله ما اكو شغل آه ما اكو شغل لا اكو شغل كل شيء تقدر شاهد تقدر تقدر تشتغل بمهنتك تقدر تشتغل بلد قلولي فقر هذا موضوع الفقر وصار شغل جديد الناس قاموا تجدي اكو شغل جديد بالله العظيم من الصباح اللي يطلع على باب الله ويجدي أو تجدي كان من تكون فلد قلولي ما اكو شغل بلد مليان خيرات عاصمة بها مشاريع تجارية ما ينزل الله بيها من السلطان اول مرة اشوف عاصمة بها 13 مول من السلطان شو يخلي الواحد مطاعم يام اكثر المطاعم بغداد وبالبلد سوق كل منطقة سوق انا ادري باقي الدول ثلاث منات اقاربعة سوق واحد كل منطقة بها سوق بغداد كل منطقة زين سيارات ما شاء الله بعدها ما نازلة الاثنين وعشرين قبل ستة شرب بغداد يا يا ستة بل فين وواحد وعشرين نزلت السيارات الاثنين وعشرين نزلت المونيكا نزلت التاه نزلت الجمسي نزلت الراج نزل نزل الكديلاك كلها النزل بعد ما صار فين واثنين وعشرين نزلت نفسه والعالم كلها تركبها فلاحد يقول له فقر فقر روح اشتغل ماك فقر حيدر يقول العتب مع الشخص ولا العتب على جماعة العتب على الحكومة لهم وفرة فرص عملوا رواتب ما صار صار هذا التعليق طبعا سذنيت الحكومات أو هذه الحكومة ما نقدر نحكي عليها صارها أيام بس ذنيت الحكومات اللي يجعني يعني مثلا ترى ماكو شي بالدنيا كلها اسمي الحكومة لازم توفر راتب لكل الشعب أبدا ماكو شي خليني اتفق هذا الاتفاق أكو شي اسمي أنت تنجح تدرس بشهادتك تلقي عمل تشتغل تتعين أكو شي اسمي أنت تدرس لمرحلة متى أخي الشهادة تصر عندك مهنة تتعلم تفتح مشروع خاص بيك هذا المشروع الخاص بيك شوية شوية يتوسع يصر واحد وياك عامل النو بيصرون اثنين النو بيصرون ثلاثة النو بيصرون فريق النو بيصرون عشرة مية شوية شوية تقوموا النو بتتشغل تشتغل للدولة أنت تسوي مشارع للدولة فلا تقل لي الحسبة أنا شوفها هي مثلنا يقول هكذا حالات صارت بالعراق أثناء الحصار وكثير من الشباب تورطوا بسبب الفقر الآن أصبح حال الشباب بالعراق أسوأ من أيام الحصار شيء محزن والله أني يفرج هم العراقين حسستني تدرون وين حسستني حسستني صديق بأي يوم الحصار ولا وأنا ما ملحق عليها هواي مدرجة كان عمري بس حسستني فعلا على الأساس حسي أطلع وأو السعر فيها أخوي علي يقول وأنا المشكلة بهذا الشي هاي ظاهرة منتشرة بشكل واسع وجميع المستشفيات المستفيات وأنا صوتي قرأت لك يا عدل والله العظيم وأنا صوتي قرأت لك يا عدل لوقع جميع المستفيات تتعامل معها عن طريق وسيط جهارا نهارا جهارا نهارا لو جهارا نهارا جهارا نهارا which aslan gratis تنوين ماكو جهارا نهارا شنو شنو المشكلة خنيني الموضوع واجن سؤلفوا يمكن هبهاء الكامره شنو شنو المشكلة شنو 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 المشكلة يعني ماكو شي اسمه شنو المشكلة باكو شي اسمه هذا شي غلط متاجرة تجي أقنع شابه واستغله وتعال وهي السؤال في غلط فليد قل لي شنو المشكلة بهذا الموضوع تعليقك كله مشكلة يا أخي شعب شعبي يلقى مبرر الكل شي يلقى مبرر الكل شي الله أكبر كل شي تلقونه مبرر كل شي تحسون هوا شنو المشكلة والله ماك شي نختم هذا الموضوع وننتقل لآخر موضوع في فقرة فيس وفيس آخر موضوع هو أنا لحد ما مصدقين وراح أطلع لكم الصور وطلع لكم الأخبار وطلع لكم التعليقات وأنا لحد ما مصدقين ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أمامكم الآن هاي سفينة رايحة من نيجيريا الحد يا جزر خلي نشوفه جزر الكناري دعش يوم وهذولا الثلاثة أشخاص شوفوهم بالأسفل وين موجودين بالأسفل قاعدين على هاي المقدمة السفينة أو الباخرة دعش يوم بدون أكل بدون شرب بدون عباها معجزة شون وصلوا ما أدري كل التقارير تقول هاي شكل الصور تثبت ذلك كل أخبار والمعرف شنو بس أنا وبعض الناس بعدها ما مصدقين بهالموضوع شون دولة قدروا يتحملون دعش يوم وفوق كل هذا أنا عندي ببالي شاء الله هاي المقدمة السفينة هاي مدري ش يسموها هاي أنا أعتقد الصير تحت الماء وهذا الصبغ الأحمر هذا همينا يكون ويا ويا حد المي يعني يعني كان وسه مدرب يا محيط شون وصلوا بدعش يوم هذا الموضوع الغريب العجيب اللي أنا ما جاء يقدر أصدقين حتى قلكوا من البداية خلينا شوف شنو قالوا بالتقارير وشنو كانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع تشبثوا بدفة سفينة دعش يوم مهاجرون ينجون من الموت بعجوب وفي واقع حملت الكثير من التفاصيل المؤلمة التي تفطر القلوب نجا ثلاثة شخاص من رحلة مميتة في أرض البحر بعدما تمسكوا بدفة سفينة لمدة دعش يوم من خلال الرحلة من نيجيريا من نيجيريا إلى جزر الكناري السلطات الإسبانية نشرت صورة ملتقطة للشبان الذين كانوا يحاولون الهرب من بلادهم بحثا عن فرص أفضل للعيش وظهرت الصور ثلاث شبان جالسين على دفة ناقلة النفط والكيميائيات النوب نفط والكيميائيات التي وصلت إلى جزر الكناري من لاقوس في نيجيريا وبمجرد نشر الصورة انتشرت كنار في الهشيم على مواقع التواصل المختلفة وتمنق الشبان إلى الميناء لتلقي الرعاية الصحية بعد الرحلة التي كادت أن تؤدي بحياتهم هاي عمي تارفة والله شلون النوب هم تلظم قاعدين وعندنا زين هاي سفينة وأمواج ومي شلون قدرتوا شلون قدرتوا هاي الأمواج النوم شلون نمتوا الأكل شلون أكلتوا المي تشلب ودين اكتسابوا من المحيط من البحر قضاء الحاجة شلون يا أخي والله دعش يوم هاي مادر أنا ما جاء يصدق به خلهم شوفوا الناس صدقين لا ما مصدقين سجاد يقول الجرأة والهدف لا يعرف المستحيل جاهد وعامي لتحصل على نتيجة أم هي مؤلمة وفاشلة أم هي ناجحة ذلك يعود إلى قدرة البارئ عز وجل إذا أحب عبدا ولا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم هاي مني ما نظف لك والحمد لله على كل حال علي يقول أتوقع تذب يعني دعش يوم بدون أكل ومي ونوم مستحيلك وتجربة أكثر إنسان ظل قاعد سبعة أيام وتخبل أتوقع تذب محمد يقول الجزء الأحمر أسفل السفينة لازم يكون داخل الموية بالكامل عشان السفينة ما تتأثر بلا مواجه وتتقلب وتتقلب جوه الموية الموية يعني المي الظهر الأخ خليجي محمد حتى لو السفينة فارغة من البضاعة بيتم ملأها بمياه البحر حتى يضمنوا أن الجزء الأحمر بالكامل داخل جوه الموية الموية يعني المي آخر تعليق من محمد يقول حتى تعمل فيلم غيودي حيكسر الدنيا انتظروه هذا آخر موضوع في فقرة فيس توفيس مشاهدين الكرام فاصل قصير فقرة ترند تيوب خليكم يا أنا لحد الحديث عليكم الله من جديد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في فقرة ترند تيوب أول فيديو راح نسول فيه شوية الفيديو المعتاد الفيديو اللي كل مرة يصير يا حارقين سيارة مدرس أو مدير يا متعاركين ويا مدرس أو مدير يا هاجمين على مدرسة بتوافي ومنعرف شنو منو لي شوين بس قبل أن نشوف الفيديو والحمد لله تم القال قبض عليهم بس نشوف الفيديو ونسوله بس يهم زين ما بها ما بها سلحة ثقيلة ما بها شو اسمه طلق هاي العركة بالتوافي والثليثيات لو الربعية شو سموها تسموها هاي العركة في مستشفى مستشفى شنو في مدرسة أعتقد في كربلا ما أعرف وين قالوا زين هاي العركة طبوا للمستشفى قل ساعة ولمستشفى اليوم كلبت للمستشفى ما دريش عديه يمكن هذا الخطايا الخطايا هذا بالتعليق طبوا للمدرسة وهي كان المنظر اللي تشوفوا قدامكم بس الحمد لله قيادة شرطة كربلا ألقت القبض عليهم هذوله الناس اللي ما دريت كانوا شي يسويهم داخل هاي المدرسة كل شي الى خصوصية وحرمة مدرسة جامعة كل شي يعني أصلا اسمه حرم جامع يوم نشوف سيارة مدير تحترق يوم نشوف طالب هو وابوي يضربون مدرس يوم نشوف مدرس بالعودة يضرب طالب يوم نشوف جماعة بالتواثي وبالهذا والتكاتك طابون يتعاركون المدرسة خلي نشوف الموضوع والبيان والتعليقات اللي نزلت بعد هذا الفيديو نشوفهم هس راح نشوفهم يا نورس قيادة شرطة محافظة كربلا تقول شرطة كربلا المقدسة تلقي القبض على أطراف المشاجرة التي حصلت قرب ثانوية البيان للبنين في منطقة الإبراهيمية وتؤكد انها تضرب بيد من حديد لكن من لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة واستقرارها هذول تم القاء القبض على اليوم عاش ديبكم ان يصير مشكلة لازم لها حل لها علاج لها ناس تحتوي الشرطة زين ما سوا اجيبهم ودبهم بالسجن لو اشوفوا انا اصعدهم قاضي لو شا سوا بهم وشن اللي يسوا وشن اللي يخربوا اغرمهم وخسرهم خلي نشوف التعليقات من من العقاب أساء الأدب جملة نطلقها دائما على كل من يتجاوز القانون والنظام بمعنى عندما لا يكون التأديب رادع عند ارتكاب المخالفات تحل الفوضى في المجتمع ويتصرف المخالف على هواه على مزاجه فلا قانوني وقفه او يحاسبه بل يتمادى اكثر واكثر ويسوي اللي في راسه من غير خوف او اهتمام هذا يا عالم يا ناس شلون يتهاجمون على مدرسه والمدرسين هذا بياه دولة صير بس بالعراق كل شي صير يقول العتب كل العتب على الوزارة اللي ما خلت قانون يحمي المعلم او المدرس خصوصا مع ارتفاع واستوجهه لدى اغلب الناس لا المدرس المدرس اللي ما يحمل سلاحه ويحمي نفسه خليه يتحمل كل شي دولة وقانون ماكو شنو العتب سمون تم القال قبض عليهم اذا المدرس حمل السلاح قرع الدنيا السلام والله منطق يا عمور يا حبيبي والله منطق عندك المدرس لازم يشيل السلاح ما شاء اصف اصفق لك شنو اصفق لك على هذا التعليق صديق الشديد مدرس يشيل السلاح ويقعد يرم المدرس احمي نفسك بنفسك وبكل الطرق التي تراها منطق ايبعد ايبعد ايثم يقول اخ 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 والله مني مرست من شارع اعبر على الشارع الاخر احنا منتشان يفوت المدرس من شارع نوشنا نلعب طوبة واحد يقتل ورا الرمل واحد يقتل ورا التيل هيتش يوقف بحيث يسوي نفسه بضعف التيل واحد جاو السلاح واحد وهذا كانت اغلب البيبان القديمة شوية عالية صير فمن جوه طب من جوه فاضلي دبزارك من جوه الباب ويطب والله ايام صحيح يعني بس اخ 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 والف اخ 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 انا عباله براسك يوجعك خل اه طبعا هذا اخر تعليق باخر شنو بأول فيديو اه ادنى اللي هو انتشر بصورة كبيرة جدا الفيديو الثاني من محافظة البصرة هذا الفيديو صديقه نشوفه بهوليود تاجر مخدرات تمت ملاحقته ولكن عندما أصيب أخرج من جيبه سلاح فتات لوكت النفسي سولى حديث فرابلي برمانة يدوية في وسط الشارع شحش شحش والسوال فهواي رمانة شايلها هو مصوب لقى أخي شنها تجرى لعدك شنها تجرى لعدك هاي أنت مصوب مفروض تتعالج والمفروض تجي قوة تاخذك والمفروض تروحوا إياهم أنت شايل الرمانة وفاتحها ولحد يتقرب لي لحش نسوي لك بس يعني هو أنت تاجر مخدرات يعني مفروض شو السعود يعني مفروض يقولهم لطفاً لو سمحتم ألقوا القبض على جنابي أو حضرتي لا هو أنت تاجر مخدرات طبعاً سويس اللي حبيبك الشرطة تظل له ترمي عليهم له رمانة وهاي موذة جديدة هاي موذة رمانة القنبلة اليدوية هاي موذة جديدة يالش اسمها إلا رمانة إحنا نسميها رمانة مدري اللي الشعب العراقي كل شي إلى اسم تحوير قنبلة اليدوية هي اسمها قنبلة اليدوية إحنا نصحها رمانة رمانة كيف نحن كيف نحن كيف نحن كيف نحن مسدس نصح لتسعة طارق ستعاش طارق كيف نحن نطلع الأسماء براحتنا المهم هذا الفيديو نتشار بصورة كبيرة جداً وين بالباصرة يا أخي والله ما أدري المفروض المفروض الشرطة ما أدتني يكون عندها سلاحة شي من بعيد بس يعني مو سلاح طلق ناره وهاي لا فدي شي فالتنوين فالمخدر فالشي معين لازم لازم يصير خلنا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جداً أم علي دايفيد يقول الفساد المالي والإداري والأخلاقي دفع الناس تترك المدارس تترك العلم تترك الثقافة والدين والأخلاق وتركض وراء عيشتها والنتيجة عبارة عن لو تاجر مخدرات لو متعاطل وحرام هذا هم برر أنا شون بلي بررون أنا شون بيكم الله ثقتي ورجائي لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للاسف المخدرات آف خطرة على المجتمع حورية تقول ولياش رايحين علي وتخاطرون بنفسكم من بعيد واخلص مني لا مهيتي يا ظالمة النفس مهيتي عزا صح هو أرهابي صح هو تاجر مخدرات أو حرامي ما أخش يسمى من بعيد واخلص مني أجيبه جسعة قاضي القاضي شي قرر إعدام إعدام سجن سجن مؤبد مؤبد غرامة غرامة عاكو قانون خلنا نتعامل بالقانون من بعيد ووحط عليه أو كتلة شنين كل من إله نوفي يقول تاجر المخدرات بغير الدول عنده سيارات وحمايات وبناتي مشنوياء لا هاي وم غير دول هاي بالأفلام بس حبيبي وبناتي مشنوياء احنا تاجرنا مدد مدد بالشارع وقاعد حتى تاجرنا غير شكل آخر تعليق يقول تركوا سلاح منوم لو مواصل للعراق بعده طبعا بعده مواصل للعراق طبعا هذا كان آخر تعليق في آخر فيديو مشاهدين كرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة قلتكم تمالا ترجمة نانسي قنقر